مرحبا 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 بحسون تليكومنكوششن النيتوك انجنيري اليوم سيكون تتوريال نومبر 17 لألنا الـ CSP اليوم سنحكي كيف نقدر نعمل ديزاين لـ VVALDI أنتر فمشان ما أعمل ديزاين من الأول للـ VVALDI وأرجع يخلي ستعان جديد عملت مثل شايف أولي لنشوف كيف نعمله ديزاين فأول شي خليني أشرح كيف مقصم هالـ VVALDI مقصم لـ 2-Layer أول واحدة عبارة عن Sub-Straight اللي هي باللون الأحمر ثاني شعفة هي عبارة عن Peck بعدين أنا هون بالـ VVALDI لازم أرسم Structure اللي ينبينه بالـ 2-D Line هذا اللون الأزرق اللي ينبين عندي يصير الـ VVALDI بهالشكل يعني أنا خلقت بدي نقصه وأعمل Sub-Straight فبلاقله من الـ Ground أو الباك يلي أنا رسمي فازم اللحظ هون عند اللون الأزرق دعني نكبر الصورة أكتر هون الـ Lines داخلين بالـ Circles داخلين بعضهم فكيف أنا بدي ألغي هال-Line مع الـ Circles فبفاس على الـ Circles من بعدها بفت على كورف تولز بهيب المودلينج كورف تولز تريم كورف فبفاس على Enter أوكي عم يقل لي نقي الشيب يلي بدأ أكتعمل معه فبقى أنا بفاس على Line 1 Enter بصير أنا بقدر ألغي الـ Intersection بينه برجع بروح على أوكي خليني نرجع على الـ Enter لغة الشأفة خليني أفاس على Line 2 اللي هي هاي دي فعملها Delete من بعدها أنا كمان لحفاس على الـ Circles Curve Tools تريم كورف لحفاس على الـ Line 1 Line 1 أوكي Enter هيك الغينيها والغينيها هي الشأفة صار هلا عنا shape مثل ما إنا شايفين خليني أفاس على Sumber 3 واللاحظ ما فيه ولا intersection بينه هيه الشيب من بعدها لازم نفلس على Curve Tools Extract Curve هيك منقدر نحوله Curve Tools Extract Curve علم عليه نعطيه هيك منقدر نحوله إلى 3D من بعدها من نقصه من الـ Component يلي هون اللي هو عبارة عن Ground Plane نقصه منه هيك بيكون خلق معي shape طيب كتغذية إلى V-Valdy أنا هون استخدمت Descript Port خلينا نعطيك كبيرة أنا استخدمت هون Descript Port نلاحظ غزيته بهالمنطقة ونحصل على 50 Ohm من بعدها خلي عندي بالـ Result بالـ S11 من 1.8 إلى 6 تقريما كلية ونعطيها الشقة الصغيرة لازم منس 10 dB منلاحظ إذا كمان فتنا على PSWR كمان من الـ 1.8 أصغر من 2 كـ وإذا كمان من روح على الفارفيل منلاحظ أن الـ 1.8 رايح فعلي Realized gain تبعي تقريبا أكبر من السريك اللي إيته أو أكبر من 4 أو أكبر من 4 أوكي منلاحظ أن 7 مندخ 9 وهيك بيكون تعلمنا كيف نقدر نعمل ديزاين لـ VVALDI أنترا مثل ما بنعرف كذا shape من ال VVALDI Antenna فبرأيي الأفضل نعمل ك2D من بعده نحوله إلى 3D وننقصه من ground plane أو الماتيريا اللي نحن خلقينه أو الشكل اللي نحن عاملينه إجمال بنعمل rectangle ونقصه من بعضهم وهكذا بيكون أنا خلقته كVVALDI ما ننسى أنه اللون الأصفر هو عبارة عن substrate اللي عنا إياها 3 فأنا عمله rotate لون الأصفر هو substrate وهيدا اللون الرمادي هو Pec Perfect Electric Conductor يلي هو المعدن وهوني مطرفة من غزة هالأنتنة وهكذا بيكون تعلمنا كيف نقدر نعمل VVALDI Antenna شكرا للمشاهدة وأتمنى اللي يستفيد من هذا الفيديو يعمل like subscribe شكرا للمشاهدة